لا تخفى علينا أهمية النشاطات والمسابقات بالنسبة للعملية التعليمية والتربوية فهي بمثابة المحفز والمشجع لرفع المستوى التعليمي والتربوي لدى طلابنا وطالباتنا لذلك سعيا مننا في زيادة النشاط في الحلقات القرآنية ورفع المستوى القرآني والتربوي أقام المكتب القرآني في مدينة جرابلس وريفها التابع لمديرية الأوقاف والشؤون الدينية مسابقة قرآنية بعنوان قرآننا في صدورنا استهدفت المسابقة ما يقارب الثلاثة آلاف طالب وطالبة بفضل الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وصلنا إلى حفل هذه المسابقة حيث تم تكريم الطلاب والطالبات المتفوقين في هذه المسابقة حيث حضر الحفل بعض من السادة العلماء والسادة الضيوف جزاهم الله خيرا وفي النهاية نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولطلابنا التوفيق والسداد والثبات على ما يرضيه ونرحب الدكتور شعبان كونتري المدير العام للخدمات الدينية نرحب الأستاذ أحمد سلشي رئيس تلكتر هجرة والدعم النفسي نرحب الدكتور سيد هازاللاث مفتي عينتان نرحب الدكتور علانة التين بوزكورت مفتيب النسر نرحب الأستاذ عزيز أختان المنسك العام للمنطقة الآمنة في شمال السوري الأخوة المرافقين الأخوة المضور حياكم الله وبياكم مرحب بالأخوة الضيوف من ممشاهم إلى منفاهم في منطقة جرابلس ونقول لهم أهلا وسهلا بكم طبتم وطاب ممشاكم وتبوقتم من الجنة منزلا أيها النحبة والدقلاء والمعلمين والدواظنا في الدين نحييكم بتحيية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكم السلطة والسلامة والعافية يتابع المكتب القرآني في مديرية أوقاف جرابلس وريفها عمل الحلقات القرآنية بالتعاون مع المؤسسات القرآنية العاملة في المنطقة بلغ عدد حلقات الذكور مئة وواحدا وستين وبلغ عدد حلقات الإناث مئة واثنان وخمسين أكرمنا الله سبحانه وتعالى بخمسة مقارئة في المنطقة بلغ عدد الطلاب والطالبات المستهدفين في العملية التعليمية ضمن الحلقات القرآنية ستة آلاف ومئة وسبعا وستين تنقسم أعمال المكتب القرآني إلى عدة أقسام القسم الأول قسم الإختبارات القرآنية القسم الثاني قسم المسابقات القرآنية ومسابقات التنوية والمواهب أما القسم الثالث فهو قسم النشاطات الترفيهية والتربوية إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بالقبول وأن يكلل هذه الأعمال بالنجاح والحمد لله رب العالمين قسم الله últimaatto ابطالي مُسالي عيسى المكنم الطالب الثالث عبدالنصيف